السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل حساب على الجيميل. اقدر منه بعد كده افتح من عن طريق حساب للفيسبوك. اقدر اعمل منه قناة يوتيوب. اقدر منه اعمل اقدر منه اعمل حاجات كتير اول. اول حاجة بنروح عند الضبط للهاتف. بيظهر لي بالشكل ده. بنختار منه علامة المفتاح الحساب والنسخ الاحتياطي للحسابات. بعد كده باخد اول واحدة اللي هي الحسابات. بعد كده بنختار ان انا اضافة حساب. الحساب اللي انت عايزو عايزونا هنعمله على الجيميل. هنختار نعمل على الجيميل. بالشكل ده بنختار بين دول. بلاقي عندي لو عمل على السامسونج او على دول. فانا بختار جوجل. طبعا لو تليفونك بالبصم او بتفتح التليفون. بعد كده بيظهر بالشكل ده بقول له انشاء حساب. نفسك ولا نشاط تجاري بنختار لنفسي. الاسم الاول انت بتختار الاسم اللي انت عاوز تعمل بين حساب. مسلا هنقول حساب للمة العيلة للشرحات. فبقول لما. بعد كده العيلة. وبقول له التالي. بعد كده بتسجل تاريخ ميلادك وياريت التاريخ يكون صح. علشان في حالة تنسي عن البيانات. هيطلب منك تاريخ ميلادك. خمستاشر شهر سبعة تمانين. وبتحدد الجنس. وبتقول له التالي. بيطلع الحسابات بالشكل ده. لو انت عندك اسم في دماغك بقول له انشاء عنوان جيميل. لو انت هتخلي التليفون او الجهاز او الجوجل هو اللي يختار بنختار اي واحد من دول وبتسجله في ورقة منعا للنسيان. بنختار مسلا هنعمل عنوان مسلا لما قيلة. تمام? عشرين عشرين. وبعد كده بقول له التالي. كده طالما اجاب لك خانة الباسورد يبقى هو كده الاسم متاح. تمام? فبنكتب رقم باسورد. ومن اكد تاني الباسورد. ستة ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة صفرين. وبقول له التالي. قال ان لازم تختار رقم يكون قوي. الرقم القوي بيكون عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن مزيج من الارقام. والحروف. والحروف بيكون فيها كابتل وسمول. فاحنا هنختار نفس الرقم وهنزود حرفين. ستة ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة صفرين. وبعد التاني تحت. بعد كده بقول له التالي. هو كده الرقم وبقى عندك حساب على الجيميل لما بقول له التالي بيجيب لك البنوة الخصوصية بتاعتك. فبقول له ان هنا ايه موافق? خلاص كده خدمات جوجل اشتغلت عندك وبقى عندك حساب على الجيميل اللي هو ده تقدر تشوف فيه آآ بياناتك وتقدر تغير فيه صورتك اللي هتظهر بعد كده على جميع الاماكن الخاصة بجوجل وليكن هغير الصورة عشان تزهر في اليوتيوب او تزهر في اي موقع انت هتخش فيه بالايميل ده. هرجو ان الشرح يكون سهل وسريع وتكونوا فهمتوا منه ازاي انشئ جيميلي. شكرا. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب من تفعيل الجرس. السلام عليكم.